أهلا وسهلا بكم في قناة جمال ناصر سنروي لكم اليوم قصة رائعة رواها الشيخ أحمد ديدات رحمه الله في إحدى محاضراته لنتعرف سويا على تفاصيل هذه القصة وهي قصة جبريل مات وهي كالآتي كان هناك قصة نصراني يذهب لشيخ مسلم كل يوم ملحن عليه بأن يترك الإسلام ويتخذ النصرانية دينا جديدا له وكان دائما ما يردد هذه العبارات أنك تهدر وقتك يا شيخ تصلي خمس مرات في اليوم قياما ورقوعا قياما ورقوعا وتصوم شهرا بأكمله أنك مضيق الخناق على حياتك إذ أنك لا تقرب لحم الخنزير والله ليس توقع لكل ذلك إن أردت الخلاص يا شيخ فكل ما عليك هو أن تؤمن أن الله أرسل ولده الوحيد إلى العالم ومات من أجل خطايات ولقى الخلاص بعد ذلك آمن أن الله قد نزل إلى الأرض ومات من أجل خطايات آمن بهذا وستدخل الجنة كان هذا القصة النصراني يذهب كل يوم إلى الشيخ المسلم ويقول له نفس الكلام وكان ملتزما بذلك حيث لم يغب يوما عنه لم يستطع الشيخ المسلم التخلص منه بسهول وكان دائما ما يفكر في كيفية النجاح من هذه المعطلة فكر الشيخ مرارا وتقرارا إلى أن هداه الله إلى فكرة رائعة فنادى بكبير مساعده وقال له عندما يأتي القصة النصراني إلينا غدا أمقص قليلا ثم تعال إلي وأهمس في أذني وفي اليوم التالي جاء النصراني كعادته وجلس وبدأ في سرد قصته اليومية محاولا تنصير الشيخ المسلم وعندها جاء المساعد إلى الشيخ وهمس في أذنه كما قال له فبدأ الشيخ في البكاء بكاء شديدا فأراد القصة النصرانية أن يعرف ماذا يبكيه قال له ماذا حدث يا شيخ قال لا أريد التحدث الآن قال اهدأ يا شيخ وأخبرنا ماذا حدث قال لا أستطيع فالأمر عظيم لقد كان الشيخ يمثل البكاء في الحقيقة فالقصة النصرانية قال له يا شيخ قل لنا ما هذا الأمر العظيم لقد بدأت أعصابي بالتوتر الشيخ المسلم لقد وصلتني أغبار محزنة أن الملاك جبريل قد مات القصة النصرانية دحق بسخرية وقال هل أنت أحمق الملائكة لا تموت أيها الشيخ المسلم قال الشيخ إذا كنت أنا أحمق لأني قلت أن الملائكة تموت فكيف بمن يقول بأن الله الذي خلق الملائكة قد مات فبهت الذي قفر لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا على نشر المزيد إن شاء الله وانتظرونا قريبا موسوعة كاملة من القصص والحكايات على قناة جمان ناصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر